أكثر من أربعين عملا نحتي ومرتسمات معمارية شارك فيها طلبة وأساتذة من مختلف الجامعات العراقية احتضنها معظ لمسابقة نصب شهداء سبيكر أقيم في كلية الفنور الجميلة بجامعة بغداد المنحوتات التي مثلت بأساليب واتجاهات متنوعة أثارت دهشة الحاضرين ما دفع وزير التعليم العالي التصريح بعدم الاكتفاء باختيار نصب واحد فقط ليتم إن شاءه فلا نكتفي بتكريم النماذج الفائزة الثلاثة الأولى ولكن كذلك أرى من الضروري أن تزين ساحات العراق سواء في العاصمة بغداد وفي صلاح الدين بالتحديد يجب أن تقام هذه النصب في كل هذه المواقع أحنا أيضا راح نتبنى بعض الأعمال ونسويها بالحجم الطميعي ونخليها في كلية الفنون الجميلة الأعمال اللي تحمل في ثناياها وفي طياتها قيم جمالية وقيم فنية الفائزون بالمثابقة تمنوا فعلا أن يتم إنشاء منحوتاتهم كي تكون حافزا لأعمال أخرى وللطلبة الذين ينتظرهم مشوار فني طويلة فيما تحدث عدد من الأساتذة إن المعرض كشف عن طاقات إبداعية وأفكار أدانت العمل الدموي الذي قام به تنظيم داعش مثلت بأساليب واتجاهات مختلفة سواء منها مكان هو واقعي ومنها ما هو تعبير ومنها ما هو تجريدي ولكنها كلها تحمل هذه الفكرة الدموية التي قامت بها عصابات داعش المجرمة الحمد لله الله وفقني في أن أخذ جائزة الأولى لهذا العمل ليعبر عن فداحة الجريمة التي قام بها ثلة من المجرمين ضد شباب عزل وغير بعيد عن الفكرة التي حملها المعرض شهد المسرح الوطني فعالية تنتمي إلى ما يسمى بالفنون الأدائية لمؤسسة أوروك الفنية والثقافية شارك فيها مجموعة من الشباب بنتاجات تنوعت بين الشعر والموسيقى مسؤول المؤسسة تحدث بتفصيل عن هذه الفعالية وأهميتها الفنية والفكرية من خلال بحثي وتنقيبي بره هناك قضية موجودة اسمها الفنون اليدائية أنها تجمع مجموعة من الفنون وتقيم سينغرافيا عارض وحاولت تحقق هذا الحلم بهاي الطريقة وجمعت الكتاب والمنحوتة والدزاينا ولقيت هذا الشباب قلوب مفتوحة وقلوب ندية وعطتهم عشق للهم الثقافي والإبداع أعمالنا هي جسدناها وأفكارنا جسدناها على الواقع بدعمنا الخاص يعني ما أحد قدمنا يد المساعدة هي كل أعمالنا من جيوبنا الخاصة إضافة إلى ذلك طلعنا من واقع السلاح نريد أن نخرج من هذا الواقع الذي نحن به دمار، قتل، إرهاب نريد أن نجسد ما نحن نحمله من أفكار وتستمر مدينة بغداد باحتضان الفعاليات الفنية والثقافية لفنانين يصرون على إنتاج الجمال برغم ما يحيطهم من ظروف صعبة موفق مجيد الحرة بغداد ترجمة نانسي قنقر